اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتقولك هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها تدمير الاسلحة الغربية في المستودعات يعني مجرد ما تتحط الاسلحة الغربية في المستودعات يتم تدميرها وصلت صواريخ استرمي شادوا بعيدة المدى الى المستودعات لكن الضربات كانت دقيقة للغاية هي بتشكو من تسرب المعلومات الى جهدة المخابرات الروسية وبتسأل بتقولك كيف وصل الروس الى هذه المعلومات الدقيقة وضرب الاسلحة وزي ما قلنا راحك في الوسك يا ناتو دي كانت مقدمة والسلام عليكم وتحياتي لكم معانا كمان يعني الفيديو بتاع ضرب الصواريخ البريطانية ضرب المخزن وكأنه يعني انفجار كبير جدا في ضرب مخزن الصواريخ زي ما احنا شايفين في الفيديو وزي ما انتم شفتوا وكلامها بتتكلم ازاي وصلوا لهذه الصواريخ وضربوها زي ما انتم شايفين صواريخ ستورم شادو مخزنة وزي ما قلت لكم مهما باعتوا الاسلحة ب61 مليار زي اوكرانيا زي سقبة اسود اما تتدمر في الطريق او تتدمر على الجبة ونعرف تفاصيل كثيرة الغريب في الموضوع انه يعني اليوم تم تدمير دبابة برامز رقم سبعة رقم سبعة هما 31 دبابة وصلوا لأوكرانيا وقال لك سحبوهم من الجبة هالكلم تسحبوهم من الجبة لا تكتيك بعد ما قالوا سحبوهم من الجبة استولت روسيا على دبابة ثانية ودمرت الدبابة يعني خمسة قالت روسيا واخد منهم واحدة استولت عليها واستولت على واحدة تانية ستة واليوم دمرت واحدة تانية سبعة كما نرى امامنا في الفيديو يعني دبابات برامز ستساقط وقبل كده محل العسكري قال لك هذا عار كبير على اسلحة الولايات المتحدة واني يعني سمعة الاسلحة بقت بطراب وكده فزي ما انتم شايفين تدمير دبابة برامز رقم سبعة من على الجبة الاوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية هنا بنوصف الموقف زلينسكي مطلوب للمحكمة زلينسكي مطلوب للمحكمة وزارة الداخلية الروسية تضع زلينسكي بولاديمير زلينسكي على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي يعني بموجب القانون الجنائي الروسي بتقول لك زلينسكي ارتكب اعمال في ودسا يعني جرائم بالنسبة لروسيا والقانون الروسي فقالك على قائمة المطلوبين الكلام ده يعني روسيا مش هتوضع عليه ولا حاجة ولا يعني هو بعيد كل البعد عن روسيا وكده لكن المشكلة فيه اكبر من كده المشكلة ان بوتين عمره ما هيقعد مع واحد مطلوب في القانون الجنائي الروسي يعني كده ده معناه ان روسيا رمض طوبة زلينيسكي نهائي مش هتقعد معاه ولا هتتفاوض معاه ولا هتسأل في اي موضوع خاص بزلينيسكي وبتقول لك الرجل ده مطلوب ويعني لابد ان يخضع للمحكمة في روسيا ده اذا ادروا يمسكوه حي واعلام الماني بيتحدث عن سلاح روسي مرعب يوم عن يوم روسيا بتطلع اسلحة وياما في الجلاب يا حاوي وانا متابع المواضيع دي اول مرة اتكلم عن هذا السلاح ذكرت صحيفة المانية ان روسيا تمتلك سلاحا مرعبا جديدا وهو نموذج محسن لقاذفات الله بالسقيلة والذي لا يستطيع حتى الملاجئ المحسنة الثمود امامه وهي ثاني وهي صحيفة قالت ان ظهر نموذج اولي لنظام الجديد لقاذفات اللهب في روسيا جاء في تقارير لمجلس عسكريين ويعتبر تطويرا اضافيا لنظامي توس 1 وتوس 2 ظهر توس 3 والتفاصيل حول القدرات الدقيقة لما يسمى بقاذفات اللهب السقيلة الجديدة لا تزال غير معروفة ولكن توس 3 اذا ظهرت قريبا في ساحة المعارقة يمكن ان تصبح السلاح الاكبر رعبا لروسيا في واقع اوكرانيا ووفقا لخبراء عسكريين بيقولك ان من شأنه ان يزيد قوة القوات الروسية فالقوة التدميرية لقذائف توس 3 تحولها الى مدفعية اختلاق بلا رحمة اذا حتى الملاجئ المحصلة لا تستطيع الصمود امامها وصلح العقيد في القوات المسلحة النمسوية اسمه ماركوس رابينزر لصحيفة ديو ويلت ان توس 3 هي نسخة اكثر تدميرا من انظمة توس 1 وتوس 2 واكثر فعالية بفضل الدقة المتزايدة لها واوضح انها قادرة على اطلاق مغزفات الحضارين المميتة على مسافات اكبر من الاصدارات السابقة يعني بقت لها مسافة اكتر وقوة تدمير اكتر ايضا نرى امامنا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يقلد وسام النجمة الزهبية لعدد من العسكريين الروس في العملية الروسية الخاصة وذي يعني بيكرم الجنود الروس على انتصاراتهم على الجبهة كما نرى امامنا وحنا بنقبلكم الاخبار يعني زي ما هي صوت وصورة لحظة بلحظة ويوم بيوم وممكن دقيقة بدقيقة هذا هو الرئيس وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يضع اوسمة النجمة الزهبية وهذا وسام له قيمة كبيرة في روسيا على الضباط الروس الذين قدموا مهام كبيرة في العملية العسكرية كما نرى امامنا في الفيديوهات ويلتقطوا معه الصور التسكرية مع وزير الدفاع الروسي وما ادراك ما هو وزير الدفاع الروسي يعني كوني انهم يسلموا عليه بس ده حاجة تكريم كبير جدا لأولاء الجنود والضباط يعني ووزير الدفاع انا بعتبره اقوى جيش في العالم طيب وزير الدفاع الروسي كمان استخدم تعبير غير عادي وغير دارج وغير مستخدم في القبل استخدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لأول مرة مصطلح حجوم كان بيقولك العملية الروسية والدفاع النشط لكن اليوم استخدم كلمة حجوم للاشارة على النشاط العسكري في الحرب بدل مصطلحات مثل الدفاع النشط والعملية العسكرية الخاصة بدأ يقول هجوم وكل كلمة لها معنى ولا تعبير واصبح من الممكن لان نعرف عملية الاختلاق بتونيسك وابديفيكا او تشير تين والهجمات الاصغر في مناطق اخرى على انها تشكل جبهة تستعد لهجوم كبير علامات الهجوم النهائي تحقق واحدة تلو الاخرى تحقق واحدة تلو الاخرى هم بيفتحوا صغرات ويقول المحللين العسكريين انها يكون فيه هجوم كبير جدا على الجبهة ويكون فيه يعني اشياء يعني مش سهلة زي ما انتم شايفين الفيديو اخر حاجة بخصوص غزة ويهود الومارت رئيس الوزراء الاسبق بيقولك لن نخرج من حرب غزة منتصرين ويجب اغراق الشوارع بالمتظاهرين ضد نتانياهو وحلفائه وفيه محادثات اليوم في مصر والبعض بيقولك اني لن تكلل بالنجاح والبعض المتفائد سهل لنرى ماذا تقول الاخبار وتحياتي لكم اشتركوا في القناة ليس لكم كل جديد واحدثكم زريف العديم تحياتي اشتركوا في القناة